اشتركوا في القناة 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 صورة الفالق اشتركوا في القناة لدينا اصدقاء وصفة نفسه استطيع التحقيق من الجميع لاني شعر ديالي خبلة في الدار استطيع التحقيق من الجميع وصفة حيثتها ينعز وانايا نكمل شغل ديالي سوف نتحدث الدراج شوفوا الناس كان حبس صوير وكان ماشي نقضي الأغراض ديالي لان طبيعة حال ما نكونش نهار كامل وانا كن ديال غير هكا حبس صوير مشيت صيبت للدراج بانانا بانكيك الرميسة قلت لك بغت بانانا بانكيك صيبتهم ليهم اعطيتهم ليكلهم ناسيم كي حمق عليهم حتى رميسة وهم صحيين لانا فيهم شوفان صحيين فعطيت صيبتهم ليهم وقلسنا مجموعين طبلا كلنا مجموعين وسالينا وجمعت الكوزينا وساليت كل شي عديك ساعة تلات حتى تناسيمين عيس وقلس مع ناسيم بعد اللعبت معه واحد شوية عديك ساعة فش طلعت ناسيم حتى توين عيس عديك ساعة كنكمل الشغل ديالي بحال هكا اللي كيكون ما نقدرش نديرو حدا ناسيم ما عليناش بالنسبة لهنايا لهاد الحيط بنتي لغزالة فش كتكون طال هكا تشد فيه كنضنقع ولادكم كيدروا نفس الحاجة فكان كل مرة هكا كان مسحول كنضر مديرو حتى كنضر مديرو حتى كنضر مديرو حاجة بنيسابة لهذا هذا الشيفون هاد البنز وزوينين كان ناخده متاوة كما اكتلكم من اكسيو ولماذا كنت أدرى فيه غير الماء و جافل هاد اليومات كان اخذ الماء و جافل ويديها بدأت كنت تحسس خسني نحبس دبا مع ناسيم اسمتها ناسيم كي يحبوه هكا كنت تستعمل جافل بثاف ولكن يجب أن نحبس لانيه بدأت كنت تحسس قلت لكم صافي تغليم جافل و هاد الزيف هاد و بدأت كن مسح يقدر يبليكم نقيين ولكن انا كي يبنو لي بعد طبيعت هكا ديال الصبيعة ديال روميسة فحكيتهم اصلا كنت كنت درت تتنظيفات العميقة للصالون مشي زعمه بثاف بثاف من كنت بشلكم لان الصالون ديالي كانت نقيه ودوس على الحيوطة كاملين هانا يا جيت باش تصبم الدروج شوفوا هادا ديال فانيش استعملتش حال من الماركة هادا ديال فانيش احسن واحد و كي يخلي الريحة غزالة و ما كتتعدبش فيه بثاف كي ما غاتشوفوا هاد القرعة كلها بالعنى استعملتها كتير في هاد الدروج هادو لانهم كرفصين نورمال مو هاد القرعة كتكفيني في الدروج ديالي هادو والاخري اللي كيتلعو الزولدر انا كي ما قتلكم جيت كن رش هاد العموس كنت مخضيها مزيان و كترشيها هكا على الدروج انا فصراحة كترت نورمال مقعمة كتري غير هكا شوية وصافي غير انا يا كترت بزاف لان الدروج ديالي كانوا عندي مكرفصين شهر نقول لكم قريبا شهر ما ما غصلتهمش ووخا غيبانو لكم يعني ما كنلبسوش سبابت ديال زنقه في الدار ولكن ضروري ما كيخرجوا بسبابتهم للجرطة و كيعودوا يدخلو ليا اوكي ودروج هكا كي كيكونوا ما عليناش هنا يا كي ما غيبا لكم رشيتهم كل شي هنا اقربات سالة ليا لاموس ولاتسالة ليا لاموس وصاهي غادي نجي باش نحكم لبسنا سنديلة غزالة من اتخذيتها في بقايمة باش نضيها معي البحر في المغرب ولي شفرها تبالي من البعيد شفر لي صندالتي لا عندك وكنت حكم معكم ولكن شكل عزوين لون عزوين لبست صندالة ديال ميكا ونطقي ما غيبا لكم مشيت باش نجي بصندالة ونجي لقيتوا هكا بيت كي تشربوا الموكت اتخذتها في اكسيون اتخذتها في اكسيون اتخذت قريبا أورو بالنسبة لحكا ديال الزرابي وبحالها كي لا عندك الدروش قلت لكم صافي هكا اللي غادي ندير يعني ما ماشي شي شي حكا حكا غير بدوك البلايس بحال دوك الدريجات لي كي يكون عليهم الدرك بزاف بحال دبف اللوبل فاش كي يطلعوا كي يكونوا مسخين كتر من هادو الاخرين صافي غادي نبليكم ما كنحكش يعني القناة وكل شي لان القناة نقيين غير هاديك البلاسة فين كان طلعوا وكان هبطوا هي اللي مسخة غادي نبقا كي ما غادي تشوفوا ومن بعد غادي نخليها eine قريبا ساعتين انا خليتها الوقيته هاش ناغتي اااخ هبط تحت اااخ جمعت لتحت اااخ ما شاركتوش معكم هااني جمعت غير هذه حكا وقلست شربت الياقهوة وقومت باستخدام وقومت باستخدام وقومت باستخدام وقومت باستخدام بالنسبة لأستخدام دائرة التي تجمع الشعر لأنها جميلة تنعس فيها من نايكي أيضا مهم هذه هي التي تجمع الشعر تشغيل الشعر وقومت باستخدام هذه هي طريقة التي تجمع الشعر لديها الكثير وصفها جميعا انها لا تحتاج للهواء ويجب أن ندخلها كل ثلاثة سمالات وقت لا حسيت بدرجتها ولم يكن من عدة شهرين أو ثلاثة شهر الماكينة الكبيرة اللي كتغسل وكننغسل بها الدروش ديالي من غير هكا هاد لاموش صراحة يعني لبشوفي لبغيتي لاموش لتنقيليك وزوينة والريحة غزالة هادي ديال فانيش احسن وحدا استعملت بالنسبة للزربية اولا بالنسبة لها كيلا عندك الدروش ديال ديال الموكت الزرابي حتى هما كنت هكا في لوقيتها ديال البرد راكم عارفين ما عندناش فين نشروا ولا بحال هكا المودة اللي كيكون البرد عندنا طويل فها كنستعملوا همتى هما الزرابي كيعتوني نفس النتيجة كما غايبا لكم الدروش ديالي را هرجعوش جداد كيبريو مشاو كارب وقاع رميسة كانت في واحد درجة هنا يا كانت هزا الفتخ ديالها في الماغو وكانت طلعة في الدروش وتقريبا واحد البلاصة بحيلة زوقتها ما لناش ما لناش افانيش هاد لاموس هدي حيدات حيدات داك يعني داك الفتخ ولكن هاد الفتخ هذا كي تغسل يعني كان حاول ناخد لها الفتخ اللي كي تغسله وهنا يا غدي بلكم النقاوة والنظافة والرحة يا سلام البنان آه مستخدم. هنا في السليس قلت بالله تنصيب لعشات ديالنا ودي一個 ساعت نديد رلي واحد شوية البارك يلعبوا ونجيوا. بنسبها الغداء شوفوا هذا الغداء هذا الى شيطة عندك جميع انواع دي الخضرات قدرة تستعملها ماشي بالضرورة هادشي اللي استعملت يعني اللي عندك انا كانت عندي واحد نص جورجيت كنت رتص لناسي البارح وشط ليا واحد نص كملت اليوم كملت اليوم مش مشكل بقى وكانت عندي واحد جوج بطاطات وواحد مية مطيشة بقي كينو لكن بقى عندي واحد جوج بطاطات هاد الفيف لالنص وهادك الاخرى اللي بقعت لياه قلت عرتيش غادي تدير باللات نصيب واحد نجمعهم هاد الجمعة هادي نجمعهم هاكا كاملين ونصيب هاد الاوكلة اصلا كتهنك يعني ما كتحتاجش تبقى واقفة مدة طويلة ضغية كتقطع الخضرات ديالك كتشرم ليهم كتشرم لي الجاج وكتديريهم في الفران السهل حاجة هي هادي يعني اسهل اوكلة اللي تقدر تديري وما تضيعيش فيها الوقت وكتجي حتى الصحية كنحاول ندير هاكا الخضرات ناسيم واحد البنت اللي كان قلت ليا درت ليه كنت قلت لكم ديرو الحامض مع مع لفوكا والبنن وقلت ليا الحامض كي صعيب على البيبي هاكا تحرق ليه المعدد ديالو بالعكس للغبارة او للعلماء كيوصيوا بانا البيبيس فاش كيديرو عشر شهور ندخلوا لهم المناسمات باش تاهمة كيعرفوا المناسمات ديال الماكلة وكي الناس اللي كيعتولوا لولادهم كاع الحامض يجربوه الحامضي لقت لك شربت فيه اطرب ولكن جوج نقيطات ما غدي ديرو ليه تاشي حاجة كما قلت لكم ده باش دار نسم عشر شهور بديت كان حاول ندخل ليه يعني بحال هاكا الخضرات اللي قدي تكون طيبة وكان يعني كان نقص ليه معانا حاولت كان حاول ندير يعني الماكلة فاش نكون طيب طيب معانا حتى يعني حاول نطيب تبزة في ديال الخضرات باش تنسي مياه كلها وكان حاول نقص من الحار هنا هي فلتت لي الغطاية ديال العبادة ديال السكر ومي متهرسات جمعت روينا عاد رجع تكملت قلت لكم بالنسبة للعطرية لكي ما غير بلكم درت مليحة بزار تحميرة خرقوم نص شوية واحد الرأس ديال مع القادية القرفة ومع القادية السكر ساح تجي جي اللي قلت لي بقيت تستعمليها ركت حيد المرورية ديال المطيشة ودرت هنا هي شوية ديال الكاتشوب وغادي ندير العشوب المنسيمة هي اللي استعملت ومن بعد غادي ندير كانت عندي تومة متحونا ديالها في الكونجيلاتو قلت خليتها واحد شوية هنا تفك ودرت معها واحد معلقة تقريبا نقولوا معلقة كبيرة ديال العسل وصفي هاد شي اللي درت وغادي نخلطهم مزيان حتى يتجنسوا مع بعض وغادي نزيد تقريبا تقريبا جوج مع القكبار ديال الماء فقط اللي غادي نزيد ومن بعد غادي نخلط غادي ننشر من الدجاجة ديالي هي اللولة الدجاجة فرقتها على النص وخليتها هنا يكنترت لها القوماج ديالها ودوشت لها ودبا غادي نجي ندهنها هنا يصفي غادي نجي ندخل فيها العطرية مثلا هي اللولة اولا لا سوس اللي درت غادي نديرها هي اللولة عادي ساعات غادي ندير الخضرات ديالي ومن بعد غادي نخليها نقول لكم تقريبا هكاك ساعتين مينموم ساعتين باش العطرية تدخل مثلا وغادي نحاول كما غادي نشوفوا الدجاجة نطلعها واحد شوية والداخل ديالها ندخل فيه ديك البصلة والخضرات كلها باش ت اسميتها يعني تجنسوا مع بعض ديالتهم وكل واحد يطلق الريحة في الاخر زوينة عادي ديال كل واحد يطلق الريحة في الاخر سوف غادي نغلفها وندخلها للتلاجة تالي لوقتها فاش نبغي نطيبها البناطة رجعت من من البارك مع الدراري وقلت بلاتين حتى انتجاجي طيب وديك الساعة تنطلع دريلين ونقصلي لهم كما يبقى لكم درت الخضراء وحتى تنفوق منها دجاجة هكا لانني كنت مقطعها من الوسط وغلفتها بورق الزوبدة ومن بعد درت لها بابياليمنيوم وندخلها الفران درجة الحر كانت تقريبا 220 او 240 وشدت لي الطيب هكا انا راه راجلي اللي كان كيدوق بغايمشي للصال قال يا ما عاديش ناكل تنجيم الله صال عادي ناكل لكن كيدوق هو اللي هو القليان ندير لك التست مهم سراحة ببنينا البنات غير جربوها وغدي تشكروني لها غزالة 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 وكتشاهي انا يا ما زال ما قاسها جرجلي من بعد فاش كما قلت لكم دازت ساعة فاش طابت حيت لها بابياليمنيوم وورق الزوبدة وخليتها باقي تقريبا 11 دقائق هكاك في الفران تحمرت من الفوق مزد ثلاثة شي حاجة لأنا يا أصلا كانت فيها لصوص دي المطشفة تحمرت ببوحدها مهم هنا يا بطبيعة الحال قبل ما نمشي نعيس جمعت الكوزينة ونقيتها وهنا غادي نكون وصلت معكم لأخر دي الفيديو بسلام عليكم حتى الفيديو القادم إن شاء الله باي باي لكم